موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من فلسطين اليوم هو الذكرى الجديدة المتجددة لحريق أو إحراق المسجد الأقصى المبارك في مثل هذا اليوم من شهر آب لعام تسعة وستين وتسعمائة وألف الشعب الفلسطيني اليوم يحيي هذه الذكرى الأليمة إحراق المسجد بطوفان مبارك بدأته غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي وما زالت تستمر فصول هذه المعركة المباركة لكن ثمت مناطق وجغرافيا وقطاعات من الشعب لم تشارك بعد في هذا الطوفان وفي إحياء هذه الذكرى أما على صعيد الأمة العربية والإسلامية فإن الذكرى تشكل لها فقط مناسبة للاستذكار وتبادل المعلومات ليس إلا فلا محاولات لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك ولا محاولات للدفاع عنه ولا محاولات لنصرة أهل الطوفان والعبور في قطاع غزة إلا ما نذر من تلك الجهود والمساندة والمحاولات نطرح مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة تتعلق بالأساس في هذه الذكرى من ناحية وفي المنقف المتعلق بتطورات المعركة الدائرة منذ عشرين يوما بعد المائة الثالثة على التوالي لماذا ينقلب الاحتلال الصهيوني مرة بعد مرة على المبادرات السابقة لوقف إطلاق النار كيف ترد وتتعامل المقاومة الفلسطينية مع هذه المماطلة والتهرب الصهيوني والإدارة الأمريكية للمفاوضات لوقف إطلاق النار وهل تتحول أو يتحول الأمر من إدارة للمفاوضات إلى إدارة للصراع وما مضمون الموقف الأمريكي وحقيقته تجاه الكيان الصهيوني ولماذا يتفشى الأمريكا في الضغط على الكيان من أجل لجمه ووقف هذه الحرب حرب الإبادة الجمعية هذه الأسئلة نطرحها على مجموعة من ضيوفنا الكرام معنا عبر سكايب الأستاذ حاتم الهرش المحلل السياسي المتخصص بالشأن الفلسطيني الأستاذ رأفة نبهان الصحفي والمحلل السياسي كذلك لاحقا ينضم إلينا الأستاذ عزام أبو العدس الكاتب والمحلل السياسي المتخصص بالشأن الصهيوني مرحبا بضيوف الكرام ورحب بك معنا أستاذ رأفة معنا في هذه الحلقة وكذلك بالأستاذ حاتم أبدأ معك أستاذ رأفة بالسؤال عن الذكرى وإحياءها بالدم الفلسطيني وبهذه المعركة المتواصلة التي بدأت قبل قرابة عام من الآن بعنوان طوفان الأقصى وما زالت فصولها مستمرة تحياتي لك أستاذ يونس والأستاذ المشاهدين ولضيوفك الكرام في الحقيقة تمر ذكرى إحراق المسجد الأقصى في ذروة معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتاب القسام في السابع من أكتوبر الماضي لإرسالة واضحة للكيان الإسرائيلي ومن خلفه بأن القدس والمسجد الأقصى هو العنوان الرئيس لمعركة الفلسطينيين ومعركة الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة باعتقادي أن رسالة طوفان الأقصى هي دلالة واضحة على أن الشعب الفلسطيني متمسك بالقدس والمسجد الأقصى كخيار لا يمكن السماح بالمساس به وبالتالي أطلقت هذه المعركة البطولية لترجمة هذه الدلالات وهذه الرسائل للكيان ومن يقف خلفه معركة الطوفان الأقصى أعادت للقضية الفلسطينية ألقها وأعادت للقدس والمسجد الأقصى أولوياته من خلال أصلية الضوء على ما يجري له من عدوان متواصل وتدنيس واقتحامات متواصلة ومحاولات وترتيبات لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم تأتي معركة الطوفان الأقصى لتضع النقاط على الحروف لتوقظ ضمير الأمة وترسل رسالة للعالم أجمع بأن الأمة لن تسمح بالمساس بالقدس والمسجد الأقصى فكما أحرق سابقاً اليوم الكيان الإسرائيلي يحرق المسجد الأقصى مجدداً من خلال عمليات التهويد المتواصلة من خلال محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد المبارك من خلال منع الخطابة للشيخ عكرم صبري ومن خلال الاعتقالات المتواصلة ومن خلال التدنيس والاقتحامات من وزراء الحكومة المتطرفين لباحات الأقصى ومن خلال الاعتقالات ومنع الصلاة داخل المسجد الأقصى لذلك باعتقادي رسالة المقامة الفلسطينية واضحة من خلال إطلاقها معركة طوفان الأقصى بأن الأقصى وخط أحمر بأن الأقصى هو نبض الأمة ونبض المقاومة ولا يمكن السماح بالمساس بالأقصى وهو عنوان هذه المرحلة المتصاعدة مع هذا العدو الغاشم والمقامة الفلسطينية باعتقادي هي تضرب ضمير الأمة العربية والإسلامية بضرورة التحرك لنصرة المسجد الأقصى ووقف العنجهية والإجرام الصهيوني بحق هذا المسجد المبارك نعم من الواضح أستاذ رأفت أن هذه المعركة تخذت أبعاداً كثيرة لم تكن متوقعة في حسابات كل الأطراف يعني لعلها في حسابات المقاومة لم تكن متوقعة بأن تكون بهذا الحجم وهذا العدوان وهذا الأمد الطويل وفي حسابات الاحتلال كذلك لم تكن الأمور على هذا النحو وهي يوماً بعد آخر تتجدد المحاولات والأهداف التي لا تبدو واضحة إلا في عقل نيتنياهو وتتغير مع تغير الأحداث الميدانية السؤال اليوم عن نقل هذه المعركة التي كانت في أجزاء منها بدأت المفاوضات طبعاً قبل عدة شهور وأصبحت نوع من إدارة المفاوضات والدخول في تفاصيل وتبين أن الاحتلال يكسب مزيد من الوقت من خلال هذه المفاوضات وأصبح من المطلوب الآن أن ننتقل إلى مرحلة إدارة الصراع وليس إدارة المفاوضات والوقوع في فخ نيتنياهو الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت ويحاول بهذه المحاولات أن يوهم العالم بذهابه للمفاوضات وبأنه يريد وقف اطلاق النار نعم في الحقيقة السيد يونس الاحتلال الصهيوني وحكومة نيتنياهو هي تعلم أن هذه الحرب حرب مصيرية منذ اللحظة الأولى لمعركة طوفان الأقصى هذه المعركة البطولية المجيدة هذا الإنجاز العظيم الذي سطرته المقاومة والشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر هو زلزال استراتيجي هز الكيان الإسرائيلي هز المشروع الصهيوني في المنطقة ومن دعم هذا الكيان الصهيوني وأوجده لذلك نيتنياهو أطلق تصريحات وقادت الكيان بشكل عام أطلقوا تصريحات منذ الوهلة الأولى للمعركة بأن هذه المعركة هي حرب مصيرية الكيان الإسرائيلي برمته قالوا عنه بأنه على حفة الهاوية وأن هذه المعركة مرحلة حياء أو موت كما قال نيتنياهو وقادت هذا الكيان لذلك هم يعلمون أن معركة الطوفان الأقصى قلبت الطاولة على هذا الكيان قلبت الطاولة على كافة الجهود التي كانت تبذل لطمس القضية الفلسطينية القضاء على هذا الملف بشكل نهائي من خلال التطبيع ومن خلال سيطرة المشروع الصهيوني على المنطقة لذلك نيتنياهو يسعى من خلال هذه المعركة الخداع والمماطلة عند الحديث عن وقف إطلاق النار يسعى نيتنياهو من خلال المسار التفاوضي للخداع وكسب المزيد من الوقت لإهام الرأي العام الإسرائيلي أولا والمجتمع الدولي ثانيا بأن هناك خطوات تجري ويعني جهود لوقف إطلاق النار ووقف مسلسل الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني إلا أن المقاومة باعتقاد أستاذ يونيس هي متيقظة لخططات نيتنياهو وألعابه وخداعه وبالتالي هي تقود المعركة بمسارين متجاورين المسار الأول هو قيادة المعركة العسكريا بقوة واقتدار وإبداع منقطع النظير من خلال عمليات مطولية من خلال اقتناص ضباط وجنود الاحتلال بعمليات متواصلة من خلال تفكيخ الدبابات المركافة وناقلات الجنب وقنص الجنود وتفجير المنازل بفضات الاحتلال أما المسار الثاني فهو مسار المفاوضات والمقاومة باعتقاده على رأسها حركة حماسية حريصة كل الحرص على هذه المفاوضات للوصول إلى وقف اطلاق النار إلا أن الطرف المعطل لهذه المفاوضات هو نيتنياهو لأنه يعلم أن وقف اطلاق النار معناه إنجاز وانتصار حقيقي للمقامة الفلسطينية وللشهب الفلسطيني رغم المعاناة رغم الشهداء والجرحى بعشرات الآلاف إلا أن معركة طوفان الأقصى ومنجزاتها لا تزال على الأرض هي واقعا فعليا ونتنياهو يعلم أنه منذ السابع من أكتوبر ولغاية اليوم للشهر الحادي عشر على التوالي لم يحقق أي من الإنجازات والأهداف التي وضعها منذ بداية المعركة لم يحقق أي إنجازا استراتيجي هو حقق بعض الأهداف التكتيكية إلا أنها لا تر يعني يمكن تسميتها إنجازا حقيقيا وبالتالي المقامة الفلسطينية يدها العليا من خلال المسار التفاوضي ومن خلال العمل العسكري هي تقول للاحتلال وليتنياهو عبر يعني لسان حالها بأن ما لم يتحقق من خلال العدوان العسكري لا يمكن تحقيقه من خلال المسار التفاوضي وهذا بالعكس تماما من رغبة نيتنياهو ومن رأيه الذي يقول يمكننا تحقيق المزيد من الأهداف بمزيد من الوقت واستمرار هذه الحرب وهو يريد دائما الوقت كما طلب ذلك من الأمريكان عدة مرات أستاذ عزام أرحب بك معنا وكذلك بالأستاذ حاتم الهرش واسمحوا أستاذ عزام من خلال مطالعتكم الحثيثة وخبراتكم بالمشهد الإسرائيلي نحن في نقطة حرجة للغاية في قراءة للمشهد الصهيوني نلاحظ أن هناك إجماعا كبيرا داخل التجمع الصهيوني على استمرار هذه الحرب عسكريا بين المستوى العسكري والمستوى السياسي وأن مسألة المفاوضات إذا لم تكن وفق الشروط الإسرائيلية لن يكون هناك اتفاق قريب كيف تعلقون على هذه المعلومات بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهور مستمعيكم ومشاهديكم في الحديث عن موضوع المفاوضات علينا أن نعود إلى الخلف لعدة أشهر لبداية المعركة نعم منذ بداية المعركة أولا هناك قرار استراتيجي اتخذه بن يمين نتنياهو وحكومة اليمين الإسرائيلية بأن هؤلاء الأسرة هم جزء من خسائر السابع من أكتوبر وهذا ما رددناه وقلناه أكثر من مرة ولذلك من البداية استبعدنا أن يكون هناك اتفاق هذه هي المسألة الأولى المسألة الثانية إسرائيل مستعدة للتضحية بعشرة آلاف جندي قتلى ونصف اقتصادها في سبيل أن تربح هذه الحرب وأن تنتصر نصرا قاطعا لا يقبل الجدل هذه الحرب الجفيرة ما ذلك النصر القاطع أو السادة عزام الذي يفكر به نتنياهو يردد دائما المطلق المطلق ماذا يقصد؟ المصر القاطع يتلخص في عدة صور للانتصار أولا أن يقوم بأسر أو قتل الوجوه التي تعرفها إسرائيل مثل محمد ضيف مثل يحيى السنوار وأبو عبيدة والشخصيات التي يعرفها المجتمع الإسرائيلي ولذلك حاول بشكل كبير أن يروج لمسألة اغتيال قائد هيئة أركان المقاومة محمد ضيف ولكن حتى الآن لم يتأكد هذا الخبر وربما بعض المصادر في حركة حماس نفته هذا أولا ثانيا إخراج المحتجزين أحياء وبالقوة وليس من خلال صفقة ثانيا تهجير كامل أو لأغلب أهالي قطاع غزة ودرة التاج كما يصفها المحللين الإسرائيليين هي أن تعلن حركة حماس استسلامها وتسليمها لسلاحها وذهابها إلى مصار سياسي يعني شبيه بأوسلو أو ما إلى ذلك وبالتالي هذه هي صور الانتصار القاطع إسرائيل الآن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توقف هذه الحرب بدون انتصار قاطع على المقاومة وذلك لعدة أسباب السبب الأول هو أن هذه الحرب إسرائيل تخوضها أمام أضعف حلقة في أعدائها يعني إذا أردنا أن نقارن مثلا قوة حماس بحزب الله أو قوة المقاومة في غزة مجتمع بحزب الله يعني لا مجال للمقارنة وكذلك مع اليمن وكذلك مع العراق وبالتالي إسرائيل كانت تروج قبل السابع من أكتوبر وعلى لسان بن يمين نتنياهو بأنها القوة العسكرية العظمى والكبرى في المنطقة وأنها ستقود العرب يعني فينات عربي أو تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران وبالتالي إسرائيل إذا خضعت لشروط الصفقة وانسحبت وبقيت حركة حماس موجودة وعادت تأهيل نفسها هذا يعني أن إسرائيل لن تستطيع حكم الشرق الأوسط ولن يأخذها أحد على محمل الجد لا عسكريا ولا سياسيا ومشروعها بالنسبة للغرب كقلعة متقدمة سيصبح مشروع غير مجبي يعني إسرائيل فشلت أمام أضعف أعدائها وهي حركة حماس فإذا كيف ستحقق المتطلبات الأمنية الأمريكية والغربية والعربية في المنطقة وبالتالي لن تأخذ على محمل الجد لذلك نرى الولايات المتحدة يعني تدعم إسرائيل بسيل لا ينقطع من الحديد والنار والدولارات لأن مسألة انتصار إسرائيل أمريكيا مسألة لا تقبل الجد نعم تفضل بالبقاء معنا أستاذ عزام أليست هذه أستاذ حاتم فرصة تاريخية لمن يريد أن يقاوم إسرائيل ويوصل قناعة لإسرائيل والأمريكان من خلفها وللمشروع الغربي بأن الأمور وأن مستقبل إسرائيل حقيقة في خطر ويمكن الضغط في هذه المسألة وخاصة أن هناك مسوّغات كثيرة سياسية وأعلامية وقانونية لرد قوي مثلا من حزب الله أو من إيران ماذا تنتظر هذه الأطراف؟ وقد فشلت جولات المفاوضات بشكل واضح يعني حركة حماس أعلنت لأول مرة بالمناسبة قبل أيام بأنها يعني لا يمكن القبول بهذه الشروط وبالتالي قالت بأن الجولة فشلت وإسرائيل أنت تعرف موقفها وتعرف موقف البينكين الذي غادر المنطقة وهو قد أعطى ضوء أخضر مستمر للإبادة الجماعية نعم تحية لك ولمشاهدين وفي واقع الأمر داري ابتداء أن أعرج على مسألة المفاوضات حتى نعرف موقف الأطراف الأخرى بمعنى أن دولة الاحتلال اليوم بمؤسساتها العسكرية وأجهزتها الأبنية وحتى على المستوى السياسي وتحديدا على مستوى نيتنياهو يعتقدون بأن الفرصة ما زالت مواطية للمماطلة في مسألة المفاوضات وأنا بتقديري وهنا أدخل إلى سؤالك أن مسألة الاغتيال الذي تم في قلبي طهران باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وقبله بساعة قليلة للقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحقيق بعض الأهداف الإسرائيلية في إطار هذه الحرب ما لم تستطع إسرائيل أن تحققه في قطاع غزة باتت الآن قادرة على الأقل على المستوى السياسي أمام رأيها العام أن تحققه في دول أخرى وبالتالي اليوم على محور المقاومة أن يكون واضحا إذا كان محور المقاومة معنيا بالرد فأنا أعتقد أن الفرصة الآن هي الفرصة الأكثر مواتاة حتى يتمكن من قلب المعادلات شيئا ما في ظل التعنت الإسرائيلي والصلف الأمريكي نحن رأينا في جولة المفاوضات الأخيرة كيف أن بلينكين يقول بأنني استمعت إلى نتنياهو وأن نتنياهو موافق على الصفقة وأنني أتمنى على حماس أن توافق على الصفقة أي لغة هذه التي يطرحها بلينكين وتطرحها الإدارة الأمريكية نحن رأينا الانقلاب في الموقف الأمريكي والتراجع عن مبادرة وايدن التي طرحها في 31 أيار مايو ثم لاحقا قرار مجلس الأمن 2735 الذي طرح في يونيو تموز وبالتالي اليوم ثمت انقلاب أمريكي ثم تصلف وتعنت إسرائيلي وكل ذلك لأنه يتم الاستفراد بقطاع غزة دون أي تحرك على أي أطر أخرى أنا أعتقد بأن على محور المقاومة أن يكون واضحا في مسألة الرد ألا يعلقه بمسألة المفاوضات نحن نرى أن هناك تصريحات متضاربة من الجانب الإيراني ساعة يقولون بأنه ربما أن هناك فرصة للمفاوضات حتى يبرز عنها شيء أو أن يخرج عنها شيء وبالتالي ربما أن الإيراني يفكر بأنه إذا ما تم الاتفاق على الوصول إلى الاتفاق بالتالي أن لا يكون هناك رد وبالتالي ربما يخرج بمكتسب سياسي أنه مقابل عدم الرد يكون هناك اتفاق إلا أن ذلك لن يحدث ولن يحصل والسبب الأساسي في ذلك أن الوصفة التي تلقتها دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يتقبلها أي جهاز أمني أو عسكري أو استخباري في أي دولة ما فضلا عن دولتي أو بين قصة دولة الاحتلال لأن ما جرى كان كبيرا ولا بد من تحقيق معادلة الرد هذه المعادلة حتى اللحظة على المستوى العسكري لم تتحقق بالنسبة للإسرائيليين في قطاع غزة وأنا أعتقد بأن الإسرائيلي يفكر الآن بصورة واضحة بالتوجه نحو الجبهة الشمالية نحو جنوب لبنان وأن نلاحظ شيئا ما مهما أنه في الوقت الذي لا يذهب فيه الإيرانيون إلى الرد أو من خلال حزب الله الإسرائيليون خلال الأيام الماضية صعدوا صعدوا في جنوب لبنان قتلوا عشر في قصب الغراض ثم ذهبوا إلى إبعالبك وإلى البقاع اللبناني وضربوا مستودعات السلاح لحزب الله ومسألة التصعيد مع حزب الله ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة والرد الإيراني لم يأتي أنا بتقديري أن الإسرائيلي معي فتح جبهة مع حزب الله وأن ذلك متعلق أساسا بأن الإسرائيلي لا يريد حربا شاملة لكنهم يريد تحقيق التقاط صورة النصر من خلال الذهاب نحو جولة مع حزب الله وهو يدرك أن حزب الله وأن الإيرانيين غيروا معيين حتى دخوا أيضا كذلك بحرب إقليمية شاملة وبالتالي الإطار الذي يتحرك فيه الإسرائيليون هو أنهم يريدون استعادة هيبة الردع المفقودة التي لم نستعيدوها بالردع من مضي عشرة أشهر في قطاع غزة وحالة التعثر التي يفعل بها وأن ذلك يمكن أن يتم من خلال التوجه نحو الجبهة الشمال كل هذا أستاذ حاتم ليس بمعزل والسؤال للسيد رأفة عن الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي في صلب وعمق هذه الحرب بالمشورة بالرأي بالتنسيق بالمشاركة بكل التفاصيل ولا يعتقد أن إسرائيل قد تقدم على أي نوع من الاغتيالات الكبيرة ولشخصيات ثقيلة مثل شخصية إسماعيل هانية وفي طهران تحديدا وفي حفل تنصيب الرئيس الجديد إلا طبعا بالموافقة الأمريكية وبالخطة الأمريكية الواضحة ولذلك السؤال المطروح الآن نحن نتكلم ليس فقط عن موقف الإسرائيلي من هذه الحرب وبالتالي إيران قد تفكر وحزب الله وحتى المقاومة الفلسطينية أن إسرائيل هي من تتعامل معهم وتقاتلهم الموضوع يتعلق بالأمريكي الأمريكي ماذا يريد أستاذ رأفة؟ وهل حقيقة التقطت إيران الرسالة وقرأتها على النحو الجيد وبالتالي لن تدخل في أي نوع من المعركة أو الردود وأنها يمكن أن تعطي مسار المفاوضات مزيد من الوقت أعفاء لها من هذا العبء الثقيل سمح لي أستاذ يونس قبل أن أجيبك أن أعلق بشكل سريع على تصريحات نتنياهو التي نادى بها فيما يتعلق بالنصر المطلق أنا باعتخاذي أن هذا الشعار الذي يطلقه نتنياهو هو حلم يسعى نتنياهو لتحقيقه ولكنه بعيد لا يمكن تحقيق مثل هذا الحلم باعتراف وزير حرب الاحتلال قلنت عندما قال أن هذه التصريحات هي مجرد هرتقات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع وباعتقادي أن نتنياهو يسعى من خلال هذا الشعار الذي لا يمكن تحقيقه لهدفين الهدف الأول هو البقاء في سدة الحكم لا أكثر والهدف الثاني استمرار الحرب بحيث لا يصل لمرحلة التحقيقات والتحويل للاتهامات التي تقع على عتق نتنياهو بتهم فساد وبالتالي ينتظر نتنياهو حال وقف العدوان ووقف الحرب محاكمات بتهم فساد أما فيما يتعلق بسؤالك أستاذ يونس حول الدور الأمريكي فيما يتعلق بالدعم الكيان الصهيوني ومسار المفاوضات أعتقد أن الإدارة الأمريكية هي شريك حقيقي في العدوان على قطاع غزة وشريك حقيقي للكيان الصهيوني في جرائم الإبادة المتواصلة في قطاع غزة في كافة مناطقه من خلال قصف خيام النازحين وانتكاب مجازر إبادة بحق مدارس الأنور ووصولا إلى عمليات الاغتيال التي نفذها الكيان الصهيوني في طهران عندما اقتال هنية وثم اقتال فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية باعتقادي أن الأمريكان هم شركاء بهذه المعركة والعدوان وبالتالي لا يمكن الرهان على الموقف الأمريكي الذي يحابي الاحتلال بشكل متواصل وإدارة بايدن هي شريكة لنتنياهو ومنذ اللحظة الأولى منذ السابع من أكتوبر وقيادات أمريكا تزور تل أبيب بشكل متواصل ومتوالي وتقف إلى جانب هذا الاحتلال وتغطيه بكافة المجالات سياسيا وعسكريا وحتى بالدعم الاقتصادي وحتى تغطيت هذا الكيان ورواياته الكاذبة من خلال روايات من الرئيس الأمريكي نفسه ثم يتراجع عنها عندما تحدث عن قطع رؤوس الأطفال والاقتصادات التي دعا الكيان الإسرائيلي بأن المقاومين في السابع من أكتوبر قاموا بها لذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية هي تسعى للخداع من خلال الحديث عن المفاوضات تسعى للتغطية على جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة من جهة ومن جهة ثانية تسعى لاستيعاب الرد المرتقب من قبل حزب الله والإيرانيين على اغتيال هنية وعلى اغتيال فؤاد شكر أعتقد أن الإيرانيين وكذلك حزب الله والمقاومة الفلسطينية يعني على علم ولديهم معرفة بأساليب الكيان والإدارة الأمريكية التي يمارسونها من خلال هذا الخداع وكسب الوقت لاستمرار المجازر والإبادة الجماعية وأعتقد أن الرد الإيراني ورد الحزب على اغتيال شكر وعنية لم يدوم طويلا اليوم الكيان الإسرائيلي يترقب هذا الرد ويعيش على رجل واحدة هناك تعطل للوضع الاقتصادي هناك رعب وقلق كبير جدا لدى هذا الكيان هناك هجرة لم تحدث منذ نشأة هذا الكيان منذ سبعة عقود هناك أكثر من مليون مهاجر هاجرة من الكيان الإسرائيلي وفقا لصحيفة معاريفة العبرية هناك أكثر من 65% من الإسرائيليين يعني يترددون على السفارات الحصول على جنسية مجدوجة والهجرة من هذا الكيان بفعل معركة الطوفان المباركة واعتخاذ الأيام القادمة ربما هي حبلة بالردود من قبل المقاومة من محرر المقامة على إبادة الاحتلال والرعاية الأمسية هذا أحد السيناريوهات المتوقعة لكن هناك دائما سؤال عن الوقت متى يحين ذلك أستاذ عزام ولسيما أن هناك تطورات خطيرة على صعيد الأوضاع في قطاع غزة لم تعد هناك منطقة إلا وجرى اشتياحها وجرت فيها عمليات عسكرية قبل ساعتين جرى إلقاء أوامر لإخلاء مناطق في المحافظة الوسطى نحن نتكلم عن قطاع يعني مدمر ومقاومة منهكة وتقاتل بأظافرها حاليا وبالتالي إذا لم يكن هذا هو المقت المناسب متى سيحين هل نتوقع أن الحزب مثلا ينتظر تلقي ضربات معينة بحجم معين حتى يبدأ بالرد المتوقع والمنتظر أستاذ عزام يعني لنقل مسألة عن هذه الحرب يعني مسألة بديهية جدا كلا الطرفين لا يريد هذه الحرب لكنه مضطر إليها اضطرارا ويساق إليها سوقا نعم وهذا ما يجب أن نفهمه إسرائيل تدرك بأن الحرب ستكون مدمرة وأنها إذا بدأت لن تنتهي خلال أشهر وربما سنوات وقبل قليل وفي أثناء بث هذا اللقاء يعني كان هناك خبر بأن قائد كبير في السلاح عن البر الإسرائيلي تحدث لسكاي نيوز العربية وقال بأن بأننا على وشك أن نشهد تغيير في حدود لبنان مع إسرائيل بين قوسين وأن هذه الحدود لن تكون كما كانت قبل هذه الحرب وبالتالي كلا الطرفين يدرك تماما بأن الحرب حتمية مع أنه يحاول أن يتلافاها إسرائيل من جهة لا يمكن الآن بعد السابع من أكتوبر أن تتسامح مع وجود قوة مسلحة مثل حزب الله على حدودها ولا يمكن أن يعود مستوطني الشمال الذين خلال الأسبوع الأخير فقط انضم عشرة آلاف إضافيين إلى قوائم سفارات الإنذار في حين أن الأرقام غير الرسمية تقول بأن هناك عشرين ألف نزحوا من طبرية وحيفا ونهاريا بشكل شخصي بمعنى أنهم تركوا بيوتهم واستأجروا في الوسط وفي تل أبيب بشكل شخصي بدون يعني دعم الحكومة لخشيتهم من وقوع حرب فبالتالي هؤلاء لا يمكن أن يعودوا إلا بعد عملية عسكرية وهذا ما تدرك إسرائيل جيدا وما يدرك حزب الله بأن إذا سقطت المقاومة في غزة فسيأتي عليه الضوء وستأتيه إسرائيل بنفسية المنتصر يدرك بأن هذه الحرب حتمية ولكن كل طرف يحاول أن يخوضها بالظروف المناسبة له إسرائيل تريد أن تخوض هذه الحرب وقد أمنت ظهرها من ناحية قطاع غزة ووصلت إلى إنجازات هناك تستطيع أن تسوقها إلى شعبها وأيضا تخوض هذه الحرب بعد أن تكون جمعت وكدست أكداس السلاح الأمريكي الذي يصلها على مدار الساعة بطائرات الشحن الأمريكية والبريطانية والألمانية وأيضا العربية يعني كما تشير إذن لماذا لماذا لا تبادر عفوا المقاطعة لماذا لا تبادر يبادر الحزب بذلك إذن الآن من ناحية حزب الله حزب الله أيضا يريد أن يخوض هذه الحرب لكن بعد أن يوكن بأن إسرائيل قد استمزفت إلى أبعد حد ممكن هذا أولا ثانيا الجبهة الداخلية لدى حزب الله معقدة جدا بمعنى عندما ذهبت المقاومة إلى معركة طوفان الأقصى يعني كان الشارع الفلسطيني بمجمله مع هذه العملية لكن في لبنان الوضع مختلف كليا وبالتالي بعد هذه الحرب سنشهد حربا أهلية أو نزاع أهلي في لبنان وهذه مسألة حتمية لكن نحن نقترب أكثر وأكثر من التصعيد نقترب أكثر وأكثر من هذه النقطة يعني اليوم على سبيل المثال فلسفة مستوطنات على أبعد أربعين كيلومتر داخل الاحتلال داخل حدود فلسطين الاحتلال أيضا قال بأن قصف اليوم هو استثنائي وسنرد عليه بتصعيد جديد وبالتالي مسألة التصعيد هي مسألة يقينية لكن يبقى التوقيت كل طرف لديه حساباته ولديه يعني المحددات التي تحدد متى سيدخل لكن أنا في تقديري بأننا الآن ربما على الخطوة الأخيرة قبل التصعيد الشامل وهذا ما يشير له الميدان إسرائيل استدعت 15 ألف جندي احتياطي ممن تزيد أعمارهم عن 35 عام وهذه سابقة لم تحدث في إسرائيل عمليات تسليح إسرائيل يعني على قدم وساق التهديدات الإسرائيلية كلام جلنت بأننا ننقل الثقل إلى الجبهة الشمالية بشكل يعني تدريجي وهذا ما نراه وبالتالي مسألة التصعيد أصبحت أقرب إلينا من أي وقت آخر أنا في تقديري حزب الله لديه استخبارات قوية ولا يستهان بها في رصد الإحتلال وهذا ما أثبتته عملياته ربما في اللحظة التي يتشكل فيها الانتباع لدى حزب الله بأن إسرائيل يعني اتخذت قرار الضربة الاستباقية وتريد البدء بعملية عسكرية واسعة ربما يبادرها بضربة استباقية هذا من جهة حزب الله من جهة إيران مسألة الرد الإيراني على اغتيال الشيخ إسماعيل هنية أبو العبد يعني هي مسألة أنا في تقديري مسألة مصرية بالنسبة لإيران وإذا إيران لم ترد فهذا يعني أن موقعها سيتراجع وأن إسرائيل ستنفذ الكثير من عمليات الاغتيال وأن ستبدو إيران أضعف وأضعف مما يشجع العرب للانضمام والتكتل حول إسرائيل أكثر لكن إسرائيل الآن يعني تريد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية حاجز بينها وبين إيران وهذا ما يحدث أيضا إيران تريد من ضربتها أن تكون ضربة مجدية وهذا ربما صعب جدا مع وجود كل هذه الأساطير يعني نحن نتحدث الآن عن ثلث الجيش الأمريكي وهو موجود في المنطقة نتحدث عن ثلاثة حاملات طائرات أو وسطين نوويتين أكثر من أربعمائة طائرة مقاتلة وهذا ما نعلمه وبالتالي كل هذه القوات بالإضافة إلى القواعد الأمريكية والقواعد العربية كل ذلك جاهز لإعتراض الصواريخ الإيرانية وهذه الضربة إذن ستكون ضربة باهتة وبالتالي مسألة الانتظار هي مسألة تحيين الفرصة لكن ما أقول بأنه في بعض الأحيان السياسي كما يجب أن يكون صبورا ويقيس الأمور بمقياس دقيق جدا وبميزان الذهب إذا صح التعبير عليه أيضا أن يكون مغامرا جزء كبير جدا من التاريخ رسمته المغامرة أو كما يقول فلاسفة التاريخ الجنون الحميد في الكثير من الأحيان يعني يغلب العقلانية المتأنية وأنا في تقرير هذا الآن هو جوهر حسابات حزب الله وإيران وأنصار الله وغيرهم من تكتل محور المقاومة لكن بشكل عام اتجاه الأمور ذاهب نحو التصعيد أكثر لا سيما بعد مجيء الأساطيل الأمريكية إلى المنطقة والتي أعطت دفعة معنوية هائلة جدا لإسرائيل وللحكومة الإسرائيلية ولبن يمين نتنياهو أرجو أن تبقى معي أستاذ عزام سأود لك في سؤال أخير أستاذ رأفت وفقا لما تسمى بنظرية أو مفهوم خلينا نقول البجع السوداء فإن أحداثاً يمكن أن تحصل تكون خارج عن التوقعات يعني الآن نحن نناقش مسألة الرد على سبيل المثال هناك من يقول سيحصل الرد آخرون يعني يرجحون عدم حصوله وهكذا الأمور تتداعى الآن بطريقة دراماتيكية من الواضح أنها اختلفت عن ما كانت عليه قبل عدة شهور وهناك وقائع جديدة حالياً وهناك أيضاً صراع مع الوقت لأن الإدارة الأمريكية تريد أن تصل إلى شيء ما إلى اتفاق ما لكنها لا تبذل المجزيد من الضغط يعني الضغط الذي من المفترض أن تبذله حولته إلى ما تفضل به الأستاذ عزام قبل قليل إلى أساطيل بحرية إلى طائرات عسكرية إلى قواعد إلى حالة من الحراك العسكري والتوتر العسكري في المنطقة وليس ضغطاً على إسرائيل لكن أحداثاً يمكن أن تحصل وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة هل تتوقع ذلك؟ نعم في الحقيقة اليوم الحزب الله وإيران باعتقاده يتؤخر الرد الانتقامي على قدية الهنية وفؤاد شكر لأمرين أساسياً الأمر الأول هو الحرب النفسية ويعني في مواجهة الاستنفار الغير مسبوخ إسرائيلياً وأمريكياً في المنطقة وربما بريطانياً وحلفاؤهم للتصدي للرد اللبناني والإيراني باعتقاده يواجه ذلك من قبل الإيرانيين ومن قبل حزب الله وحتى أنصار الله للتأني واقتناص الفرصة المناسبة لتزديد الوقت بحيث يكونوا فاعلاً ويكونوا مفاجئاً في ذات الوقت ما كما حصل بطوفان الأقصى ما جعل معركة طوفان الأقصى منذ انطلاقتها بأنها مذهلة هو موضوع المفاجأة والمباغة هذه النقطة الأولى أما النقطتين الأخرى هي ما يتعلق بالتوقيت الإيرانيون واللبنانيون يريدون اختيار التوقيت الذي يكون فيه وجود صغر يختلقون من خلالها الأساطير الأمريكية وكذلك الجهوزية من قبل الكيانة الإسرائيلي جواً وبحراً والاستنفار في كافة المجالات أما المسار الثالث وهو ما يتعلق باختيار الهدف النوعي باعتقادي وفقاً لتصريحات نصر الله الأخيرة وكذلك تصريحات من قبل قيادات الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين هم تحدثوا عن أن الرد سيكون حتمياً على العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية وفي طهران والتأثير باعتقاده ويتعلق بنوعية الهدف الذي سيتم اختياره أستاذ رأفة لا ننسى شيئين مهمين الأول أن أنها أعطيت فرصة مؤخراً للمفاوضات وكان هناك جهود إقليمية ودولية من أجل منح مزيد من الوقت للموضوع المفاوضات علها تصل إلى شيء ما وبالتالي نتجاوز هذه النقطة وقد أعطيت هذه الفرصة لكن من الواضح تماماً من الواضح تماماً عدم رغبة نيتنياهو بذلك وبأنه يريد التصعيد أكثر النقطة الثانية وهي في غاية الأهمية ولعلها ضمن حسابات جميع الأطراف المسألة المتعلقة بالوقت في غزة الوقت من دم ولا وقت للوقت وأنت تعرف ماذا تعني هذه الكلمة وبالعكس كما تفضل الأستاذ عزام قبل قليل كل هدف يصل إليه الاحتلال بالنسبة له يشكل يعني يفتح شهيته على مزيد من المواصلة قبل أسابيع جرت تصريح باغتيال محمد الضيف والتأكيد على ذلك مراراً وقيادات كثيرة هناك أشياء تتغير وهناك أشياء من الممكن أن تتغير على أرض الواقع لو اغتيلت شخصيات كبيرة ووازنة حفظ الله الجميع يعني هذه النقطة يجب أن تكون حاضرة بقوة أتفق معك تماماً أستاذ يونس الأمريكان في الفترة السابقة مارسوا الخداع الاستراتيجي فيما يتعلق لموضوع المفاوضات وجولات مكتوكية قام بها بلينكين ومسؤولين أمريكيين للحديث عن المفاوضات وكان الهدف الرئيس لهذه المناورة السياسية هو امتصاص ردة الفعل الإيراني من جهة وتهديد الإيرانيين بأن أي ردة فعل في ظل الحديث عن مسار متفاوضي يعني أن الإيرانيين هم يتحملون المسؤولية الكاملة عن إفشال هذا المسار أما فيما يتعلق بالعدوان المتواصل على غزة وربما اكتيالات متتالية وربما حتى الذهاب باتجاه هجوم استباقي من قبل الكيان الإسرائيلي باعتقادي هو هذا المسار وارد من قبل حزب الله الإيرانيين وأظن أنهم يعني يتهيئون لمثل هذا السيناريو أما فيما يتعلق باختيار الهدف النوعي أعتقد أن هذا ما يريده الإيرانيون واللبنانيون اليوم اختيار هدف موازي لاغتيال شكر في الضاحية واغتيال القائد هنية في طهران وليس أقل من ذلك أظن أن اختيار الهدف هو الاستراتيجية الرئيسية في تأخير الرد من قبل محور المقاومة ومجرد اختيار التوقيت المناسب بما يناسب محور المقاومة ولا يشكل أي ذريع للأمريكي وغيره على ذكر الأمريكي أستاذ رافت أتحول بسؤال السيد عزام على ذكر الأمريكي سيد عزام من الواضح أن أمريكا تدير هذه اللعبة بشكل واضح وتساعد إسرائيل ونحن نعرف صهينت هؤلاء المسؤولين أكثر من الصهينة أنفسهم وحرصهم على إسرائيل ولعبة الانتخابات والمصالح المشتركة بينهم لم يعد هناك أي نوع من الضغط هناك مشاركة واضحة ولا شيء سيتغير طالما أن الموقف الأمريكي بهذه الطريقة هل موقف الأمريكي فعليا بهذه الطريقة أم أنها غير قادرة سيد عزام الصوت لا يصل هنا لعل الصوت مغلق تفضل نعم هل تسمعني الآن الآن أسمعك وضوح تفضل نعم انتصار إسرائيل في هذه الحرب نصرا لا يقبل الجدل هو مطلب استراتيجي أمريكي بمعنى إذا هزمت إسرائيل في هذه المعركة وانسحبت من قطاع غزة ووصلت إلى اتفاق مع المقاومة هذا يعني بأن قطيع التطبيع العربي سيبدأ بالبحث عن أسياد جدد في المنطقة لأن المعادلة ستكون كالتالي إذا أمريكا وولايات المتحدة عجزت عن نصرة أكوى حلفائها وأكبر حلفائها وهو إسرائيل أمام أضعف أعدائه وهي المقاومة في غزة فهذا يعني أنها لن تستطيع أن تنصر أو يعني تؤازر أي نظام عربي في المنطقة هذا يعني بأن العصى الغليظة التي تهدد بها أمريكا المنطقة وهي إسرائيل تكون قد كسرت كسرا لا جبر بعده وبالتالي الولايات المتحدة منذ بداية هذه الحرب هي طرف أصيل وأنا في تقديري الأطراف كلها الآن بدأت تدرك ما يلي هو أن من ينتصر في هذه الحرب سيحكم الشرق الأوسط لمئة عام قادمة وهذه مسألة لا جدل فيها هذا ما أشار إليه السيد حسن نصر الله في خطاب الأخير وإذا أردنا أن نقارن بين خطابيه الأول أول خطاب عندما تحدث أن لبنان جبهة إسناد بينما الخطاب الأخير عندما قال بأن هذه حرب جودية ومصيرية وسيبنى عليها مستقبل الأمة إذا كنت تذكر خطابه الأخير هذا يعني أنه في الوعي الاستراتيجي هذا يعني أنه في الوعي الاستراتيجي لمحور المقاومة ولإسرائيل كلا الطرفين والولايات المتحدة الأمريكية يدركون تماما بأن هذه الحرب سيبنى عليها كل مستقبل المنطقة وبالتالي الولايات المتحدة ستستمر في دعم إسرائيل وستقاتل في الميدان مع إسرائيل وربما لا أبالغ إن كلنا بأنه سنرى أيضا جيوش عربية تقاتل مع إسرائيل في معركة كبرى وهذه مسألة لم تصبح بعيدة والحديث الآن يدور عن حرب لا تقبل الكسمة على إثنين لا يوجد فيها جوائز ترضية هذه الحرب إما أن يكون فيها منتصر واحد ويكون فيها خاسر واحد فقط لا غير لا يوجد فيها رقم إثنين ماذا عن القوى العالمية أستاذ عزام هل فمت توقع بدخول قوى عالمية بشكل أو بأخر سمعنا مؤخرا عن بعض الصواريخ أو المنظومات التي وصلت لإيران من روسيا مثلا يعني الوضع العالمي الآن إذا أردنا أن نتحدث من ناحية كبرى ومن ناحية استراتيجية هو أقرب ما يكون لما كان عليه العالم غداة الحرب العالمية الأولى وغداة الحرب العالمية الثانية لدينا أزمتين في مكانين استراتيجيين في العالم في قلب الشرق الأوسط وفي قلب أوروبا الشرقية وقريب على حدود أوروبا الغربية وهي أوكرانيا لدينا أيضا الصين تسابق الزمن للسيطرة على طايوان لأن الولايات المتحدة الآن تنسج حلفا عظيما حول الصين وطوق سيخنق الصين إلى الأبد وبالتالي الآن كل طرف بدأ بتجهيز أوراقه لمواجهة كبرى الروس نعم وجهوا دعم كبير جدا لإيران ومنظومات دفاع جوي ومنظومات حرب إلكترونية وحتى الآن يعني لا نعلم ما الذي أرسلته الصين لا أقول هل سترسل الصين لكن لا أقول وربما سيتكشف ذلك خلال الأيام القادمة وبالتالي الأطراف كلها الآن أدركت بأنه يجب حسم النظام العالمي وتغيير شكله الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية عظمى ستحافظ على عرشها بالحديد والدم والنار وستخوض كتالا عظيما في سبيل الحفاظ على مكانتها لكن وضعها الاقتصادي والعسكري والاجتماعي لا يؤهلها للانتصار ويطول الحديث في ذلك بينما القوى الصاعدة وهي الصين وروسيا وإيران وحولهم محيط إقليمي تابع لكل دولة يريد أن يغير شكل النظام العالمي وبالتالي لم يعد الأمر نتحدث فيه عن غزة ولم نعد نتحدث عن أوكرانيا إنما أصبحنا نتحدث عن العالم بأسره وبالتالي يعني عطفا على كلامك بأن الوقت في غزة وما يحدث في غزة قريبا جدا غزة ستصبح جبهة ثانوية هذا أولا وهذا واضح جدا ثانيا مركز الثقل في الصراع سينتقل إلى الكوى الإقليمية والكوى العالمية ثالثا هذه الحرب ستكون طويلة جدا ودموية جدا في المنطقة وفي العالم وبالتالي نحن سنكون يعني على وجه الصراع سيمتد لسنوات فلا مكان هنا للحديث عن الوقت والحديث عن الزمن والحديث عن الخطوات لأنما هو قادم وهذا بحسب الكثير من المحللين والسياسيين والاستراتيجيين يعني نحن أمام عشرية ربما عشر سنوات ستغير كل وجه النظام العالمي بالكثير من الدم والأشلاء والحديد والنار والحروب فبالتالي يعني الحديث الأصبح يدور عن حدث أكبر بكثير من معركة شكرا أستاذ عزام أبو العدس الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الصهيوني أشكرك كنت معنا في هذه الحلقة سؤال خير أستاذ رأفة إذن نحن بتلخيص لما جاء في الحلقة أمام إدارة للصراع في الفترة المقبلة وليس إدارة مفاوضات تجاوزنا مرحلة إدارة المفاوضات وهذا الملف التفاوضي هو جزء من إدارة الصراع وليس ملف يسيطر على المشهد وعلى الحرب الدائرة الآن لأن إسرائيل تريد هذا الملف في سبيل كسب مزيد من الوقت خداع العالم والوصول إلى أهداف أخرى كيف يمكن أن يدار هذا الصراع وتدخل فيه معادلات أخرى مثلا محلية اليوم نتكلم عن الضفر الغربية المحتلة وقرار عودة العمليات الاستشهادية نعم أعتقد أستاذ يونس أن الواقع اليوم خلال معركة توفانة الأقصى بحاجة لفرض معادلات جديدة على هذا الكيان الصهيوني الذي يمارس الإبادة الجماعية من خلال الإجرام المتواصل بحق المدنيين بحق الأطفال والنساء وأعتقد أن هذه الجرائم والإبادة من خلال التوطية الأمريكية ومن خلال الصمت والتواطؤ الدولي وللأسف العربي والإسلامي من قبل الأنظمة العربية بحاجة لفرض معادلات جديدة أولا فلسطينيين من خلال تفعيل المقامة الفلسطينية بشكل شامل في الضفة الغربية وهو أعتقد وجود تحول في هذا الإطار من خلال قرار قيادة القسام منذ أيام بتفعيل العمليات الاستشهادية بعد عملية تل أبيب الأخيرة هذا جانب مهم بفرض معادلة جديدة للضغط على الاحتلال لإجبار على وقف هذه الجرائم أما المعادلة الثانية باعتقادي هي متطلب من قبل محور المقاومة ومن خلال حزب الله تحديدا ومن خلال الإيرانيين وأنصار الله أعتقد أن فرض المعادلات الجديدة من قبل الإيرانيين سيكون من خلال الرد على اغتيال هنية رد نوعي من خلال استياد هدف استراتيجي ربما وزير ربما مسؤول عسكري إلى آخره ثم يترك المجال لحزب الله وأنصار الله للشروع في حرب موسع مع هذا الكيان لا أعتقد أن من مصلحة إيران وأن إيران تريد حرب شاملة مع الكيان الإسرائيلي أعتقد أن الإيرانيين أذكى من ذلك ولن يسمحوا بالذهاب باتجاه حرب كما يريد ذلك نيتنياهو الذي يسعى للبقاء في سدة الحكم من جانب وإطالة المعركة إلى أطول حد وإدخال الأمريكان والأوروبيين للحرب الشاملة مع الإيرانيين إيران ستدفع حزب الله وأنصار الله للدخول في معركة موسع مع الكيان لإسناد المقاومة الفلسطينية في غزة وأعتقد أن هذا المسار هو المسار الوحيد الذي سيرغم الاحتلال على وقف مجازره ووقف إطلاق النار في قطاره أشكرك أستاذ رأفة تبهان الصحفي والمحلل السياسي شكرا للموصول لجميع ضيوف الكرام وأشكركم على طيب المتابعة زادنا المشاهدين هذه تحيات طريق العمل تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة